الجنباز وتأهل أحمد المراغي لعب المنتخب الوطني للجنباز لنهائي منافسات جهاز العقلة وبطولة كأس العالم للجنباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 والمقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة و297 لعب واحتلاء المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموعة نقاط 14.070 ملل مئة نقطة ليحجز نفسه مكانا ضمن أفضل 8 لعبين على مستوى العالم وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جاني محمود لعبت منتخب مصر إلى دور النهائي بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات واحتلت جاني محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموعة نقاط 12.630 ملل مئة نتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لعبات على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر